السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاء فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد سيئنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوبا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعونها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقوا هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مراكبها وقدوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولن يروا من الطير فوقهم صافات ويقبض ما ينسقهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جوض لكم ينصركم من ضون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطوي ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على سرات مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفعدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرعكم في الأوض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ظلفة سيئة أجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معياه رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفطون إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم ذي المبتدين فلا تتع المكذبين والضول وتدهن فيدهنون ولا تتع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك سنيم أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْنَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَغْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمُ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ أَنِضُوا عَلَى حَرْفِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانْقَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَقُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَغْدَوْا عَلَى حَرْضٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَغَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَتُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْنَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبَحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَنَارُمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْذِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ سَلْهُمْ نَيُّهُمْ بِذَلِكَ سَعِينَ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءَ فَلْيَأْطُوا بِشُرَكَائِهِمْ مِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُخْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خاشعةً أَبْصَارُهُمْ تَوْهَكُهُمْ ذِلَّة ذَلِكَ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَلْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حِيثُ نَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَثِيرٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِلْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوطِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْرُونَ لَوْ لَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُونَ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَاجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُونَ يُزْلِكُونَكَ بِأَبْخَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلقوا بالطاغية وأما عاد فأهلقوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حقوما فضع القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون وما قوله والمؤتفكات بالخاطعة فعصى رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إِنَّا لَمَا ضَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا نَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذْنٌ وَاعِيَةِ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأود والجبال فذكتا نكة واحدة فيومئذ وقعت الواقية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أوجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها أمقرأوا كتابيه إِنِّي ظَنَاتُ أَنِّي مُلَاخٍ حِسَابِيَةِ فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَادِيَةِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةِ قُطُوفُهَا دَانِيَةِ كُلُوا وَاشْعَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا نيتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا نيتها كانت القادية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطعون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن حاجزين وإنه لك الكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تقول السماء كالمهن وتقول الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما ما يبصرون هم يعد المجرمون وافتدي من عذاب لا وافتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأود جميعا ثم ينجي كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من مدبر وتولى وجمع فوعا إن الإنسان خلقها لوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معنوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم ليماناتهم وعهدهم راءون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم حافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا كبلك مبتعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيتمى كل أمرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدن خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخود حتى يلاقوا يومهم الذي وعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصبي يؤفضون خاشعة نبصارهم تغهكهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأصيعون يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي لينا ونهرا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأصرات لهم مصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مذرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم منهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم متوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات تباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم مخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها صبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وملده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونصرا وقد أدلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلالا مما خطيئاتهم اغنقوا فأدخلوا نارا فلم نجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ذيارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا قب اغفر لي ولوالدي ولماذا دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تمارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أن مستمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرجل فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شكرا وأنا ظننا ألا تقول ألا تقول ألا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الينس يعوضون برجال من الجن برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظناتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بغسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أصلم فأولئك تحروا شدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لا أسقيناهم ماءا غدقا لنفترهم فيه ومن يعدد عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنا لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم درا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعز الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من عدا فناسرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من التضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاق بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نسفغوا ويلقس منه قليلا أوزد عليه ورطل القرآن ترطيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقلا إن ناشئة الليل هي شدوة وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا فاذكر اسم ربك وتبتل إليه ثبتلا أب المشيك والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقيلا أصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين وللنعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم توجف الأوض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسول فأخلناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرهم يوما يجعل الولدان شبا السماء منفذر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفا وثلثا وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فداب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يذربون في الأرض يبدغون من فضل الله وآخرون يقادرون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا السكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعوم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتثق فأنذق ربك فكبر وسيابك فقهر والمجز فهجر ولا تمنو تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني يوم الخلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يقمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فقر وقدر فقتل كيف قدر ثم كتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أذبر واستقبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بسر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للمشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يختاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضي الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها ليحدى القبر نذيرا للبشر لما شاء منكم من يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم على التذكرة معجدين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة فلغيذ كل عمر منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامة بل أن قادرين على أن نصوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصرخ سفى القمر وجمع الشمس والقمر أقول الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل يريد الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى بعاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا بلق البصرخ سفى القمر وجمع الشمس والقمر أقول الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانة كلا بل تحبون العجلة وتذرون الآخرة أجوه يومئذ نادرة إلى ربها نادرة وأجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من أراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمقى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يطع جسدا ألم يكن تفتا من منينينا ثم كان علقتا فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذقورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا يفعون بالنذر ويخاطون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويقيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عدوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نذرة وصورا وجزاهم بما صبر وجنة وحديرا متكئين على صرر مصفوفة وزوجنا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ونازم هديرا ودانيتنا عليهم ذلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطوف عليهم بآلية من فضة وأقواب كانت قوانير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدوا إذا رأيتهم حسبتهم نؤلوا من ثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب صودص خذر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إنا هذا كان لكم جزاء وكان سعنكم مشعورا إنا نخاف من رب إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تتع منهم آثما أو كفورا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذبني والمكذبين وللنعمة ومهلهم قليلا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تتع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بقرة واصيلا ومن الليل فاسجدناه وسبحه ليلا قويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما تقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمفالهم تبديلا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذه تذكرة فما شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من شاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فلعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفالقات فرقا فالملقيات ذقرا وغرا أو نغرا إنما يطر عدود نواقع فإذا النجوم تمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسول وقتت لأي يوم نجلت يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإن يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وإن يومئذ للمكذبين ألم نخلقهم مما مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وإن يومئذ للمكذبين ألم نجعل الله كفاتا أحيا أواماتا واجعلنا فيها رواس شامخات وإن يومئذ للمكذبين انقلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انقلقوا إلى ذل ذي ثلاث شعب لا ضيل ولا يغني من اللهب إنها تومي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر وإن يومئذ للمكذبين هذا يوم لا يأتقون ولا يؤذل لهم فيعتذرون وإن يومئذ للمكذبين هذا يوم فجمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون وإن يومئذ للمكذبين إن المتقين في جلال ويعون وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين وإن يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وإن يومئذ للمكذبين وإذا يقيل لهم اركعوا لا يركعون وإن يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله